اشتركوا في القناة ويحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نوع أو الجنس والتركيبة حسب السن أو العمر بفهوم تركيبة السكان غالباً ما تتم دراسة المجتمعات السكانية للدول بطريقة إجمالية أو بطريقة مفصلة ففي طريقة مفصلة يتم ذلك من خلال تفكيك تركيبة المجابع حسب صفة أو أكثر من الصفات والصفات الأكثر شيوعاً هي صفات الجنس العمر الحالة العائلية الاقتصادية والاجتماعية المستوى التعليمي وغيرها من الصفات لتركيب السكان أو بناء السكان مذلون واسع يشمل عدة خصائص منها التركيب الطبيعي والتركيب الاجتماعي والتركيب الاقتصادي والتركيب الريفي والحضري وغيرها من الخصائص الأخرى التي تميز المجتمعات السكانية بعضها عن بعض والمجتمع نفسه بين فترة واخرى ويعتبر البناء الطبيعي من أهم العوامل المؤثرة في الضواهر الديمغرافية والاقتصادية إذ أن توزيع السكان حسب فئات العمر أو الجنس يحدد نموهم فهو يؤثر من ناحية على الولادات والوافيات وبالتالي على الخصوبة والزيادة الطبيعية ومن ناحية أخرى يؤثر على حركة السكان الداخلية وبالتالي على توزيع السكان ونموهم وللتركيب العمري دور كبير على القوى الانتاجية للمجتمع ومقدار فعليتهم الاقتصادية التي تؤثر بدورها على حياة الهجرة وفعالياتها واتجاهتها لذلك كله سنركز في هذه الدراسة عن التركيب النوعي والتركيب العمري فقط لأن كما رأينا لهذين العاملين يعني النوع والعمر أهمية كبرى إذ يتم استعمالها في الكثير من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية عند الاهتمام بالحالة الديمغرافية للأشخاص المبحوثين على أن تقسيمات كل صفة من هاتين الصفتين تختلف من دراسة إلى أخرى التركيب النوعي يعتبر هذا المقياس من أكثر المقاييس استعمالا لمعرفة التوازن النوعي بين جنس الذكور والإناث ومعرفة أيهما أكثر سيطنة من الآخر ويمكن تعريف التركيب النوعي على أنه يمثل توزيع السكان بحسب النوع ذكور ويقاس ويقيس توزيع السكان بحسب النوع ويقاس توزيع السكان بحسب النوع بنسبة العدد الكلي لأحد النوعين إلى المجموع الكلي للسكان أو إلى العدد الكلي للنوع الآخر وهذا التعريف الثاني يعني المجموع الكلي للسكان إلى العدد الكلي لنوع الآخر هو الذي سوف نعتمده في هذا الدرس كما يعرف أيضا على أنه تقسيم أفراد المجتمع حسب النوع أو الجنس يعني ذكر أو لدى وتعتبر معرفة التركيب النوعي أمر سهل نسبيا وحسابيا كما أنه له فوائد ديمغرافية هامة جدا هنا نعطي جذول تطور التوزيع النوعي لسنوات أو للإحصاءات العامة للسكان والسكنة منذ 1994 إلى غاية آخر إحصاء عام للسكان والسكنة لسنة 2014 ونلاحظ من خلاله أن التوزيع ما بين الإناث والذكور لم يتغير كثيرا إذ أن في 1994 مثلا كانت نسبة الإناث تقريبا 50.3% في 2004 50.4% وفي 2014 50.2% أي بمعدل تقريبا 50.3% بالنسبة للعشرين سنة الأخيرة أيضا نسبة الضكور لم يطرأ علي تغيير كبير ففي 1994 كانت 49.7% في 2004 49.6% وفي 2014 49.8% مصدر هذه المعطيات هو الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2014 من موقع المفوضة العليا للتخطيط المقياس الثاني والمفهوم الثاني والتركيب العمري يقصد به نسبة كل مجموعة أو عدد من السكان موزع حسب فئات السن هذا المقياس يعتبر من الثاني في مقاييس الديمغرافيين وهو مهم جدا وكتير لاستعماله لأنه يساعد أصحاب القرار على معرفة الفئات التي تكون المجتمع إذ يميز الديمغرافيون بين الثلاث فئات أساسية وهمة للأعمار وهي فئة أقل من 15 سنة أو من 0 إلى 14 سنة وفئة من 15 سنة إلى أقل من 60 سنة وفئة أكثر من 60 سنة وهي تقابل الفئات العمرية الثلاث تقابل الفئة الأولى هي فترة التكوين والإعداد يعني الأشخاص أقل من 15 سنة والفترة الثانية من 15 سنة إلى ما يقل عن 60 سنة هي فترة النشاط الاقتصادي وممارسة الأعمال وفترة 60 سنة فما فوق هي فئة المتقاعدين والعجزة وتعتبر الفئتان الأولى والثالثة والتان تتكونان من فئات صغار الصن والمسنين فئات تعتمد في معاشها على الفئة الثانية باعتبارها الفئة العاملة والقادرة على الإنتاج نلاحظ هنا أيضا تطور التركيب العمري من خلال الفترات في الإحصاء الثلاثة الأخيرة 1994-2014 ودائما المصدر والمفوذة العليا للتخطيط تجدون اسفله رابط موقع المفوذية قلت نلاحظ من خلال الجذول أيضا بأن الفئات العمرية فئة من صفر إلى 14 سنة أو أقل من 15 سنة نسبتها في التعداد الأول 44.4% في التعداد الثاني 37% وفي التعداد الثاني 28.2% ويعزى هذا التطور إن أردتهم إلى سياسات الدولة في إطار التخطيط وتحديد النسل وكل البرامج التي وفرتها الدولة للتوعية والتوعية للأمهات بخطورة الانفجار الديمغرافي وبالتالي كان تدخل الدولة في المساعدة في صحة الأمر والطف وهو مساعدة في إذا أردتم في نقص النسبي في هذه النسبات الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة الفئة الثانية تطورها كان 48.4% بالنسبة للتعداد 1994 55.90% في التعداد 2004 و62.4% في التعداد الثالث وهو أيضا أمر مهم لأن الفئة الثانية هي فئة التي تعيل الفئتان الأولى والثالثة وبالتالي فأهمية أن تكون هي الأكبر التي تستطيع أن تعيل يبقى هنا إشكال إذا كانت هي الأكبر وكانت الفئة العمرية الصغرى أقل فمع مرور الوقت ستصبح أيضا هذه الفئة أقل فئة أكثر من 60 سنة أن التعداد الأول 7.2% التعداد الثاني 7.1% والتعداد الثالث 9.4% وهو يعني إذا لاحظتم بأنه ليس بفرق كبير ما بينه في غضم 20 سنة الماضية قلت يلاحظ من خلال الجذول أن الفئة الأولى تتناقص نسبتها من تعداد إلى آخر وهذا رغم ارتفاع قيم المطلقة ويعود هذا أساسا إلى أن تغضي الفئة الثانية التي تظهر اتجاه عاما حيث تزداد من تعداد إلى آخر أما الفئة الثالثة فرغم ارتفاع قيم المطلقة إلا أن نسبها بقيت تقريبا تابتة على مرء تعداد الثالث أما الفئة الثانية وهي الفئة النشطة تزداد باستمرار عبر التعدادات هذا ما يظهر جليل أن المجتمع المغربي مجتمع شاب وهذه الزيادة يمكن أن تكون إيجابية من باب أن هذه الفئة هي القوة الإنتاجية للمجتمع وهي التي تعول الفئتين الأخريتين وبالتالي يضمن الاقتصاد الوطني مصدرا دائما لليد العامل أو قد تكون سلبية لأنها تخلق ضغطا مستمرا على سوق الشغل الذي يمكن أن لا يستوعبها فتحدث فيه اختلالات قد تعوق التنمية بشكل عام هنا نقدم لبعض مقيس المهمة للتركيب النوعي والعمري والمقياس الأول هو ما نستلح عليه بالمعدل النوعي أو لا لطود ماسكوليني دي أو لا سيكس رسيو أو وهو من أشهر السبل التي تتبع لقياس تركيب النوعي للسكان وهو عدد الضكور بالنسبة لكل مئة أنتا ويتم قياسه بالمعادلة التالية المعدل النوعي يساوي عدد الضكور في مجتمع على عدد الإنات في نفس المجتمع مضروف في مئة لكي نحسبه بمئة في مئة وتقاس نسبة النوع كما يلي قلت معدل الأولى المعدل النوعي للإينات هو عدد الإينات على عدد الضكور أو المعدل النوعي للذكور لهو عدد الضكور على عدد الإينات وهو يعتبر قناه من أكثر المقايي استعمالا لمعرفة التوازن بين السكان وهو يسمح أيضا بعقل المقارنة المباشرة بين التكوينة النوعية للمجتمع السكانية المراد دراستها هنا أمثلة للمعدل النوعي في المغرب انطلقا من إحصاءات سنوات 1994 و2014 إذا أخذنا مثلا إحصاء 2014 هنا ولدينا معدل نوعي للذكور نأخذ معدل نوعي للذكور نأخذ عدد الذكور هنا 16.856.304 نسمة في البسط ثم نضع عدد الإينات ما يعطينا معدل نوعي للذكور 0.989 نفس العملية نقوم بها بالنسبة للمعدل نوعي للإينات لتعطينا 1.01 وهنا لدينا معدلات المعدل نوعي للذكور وللإينات لسنوات 1994 2004 و2014 وتلاحظون خلال هذين العقلين لم يكن هناك فعلا تطورا كبيرا إذا بقيت النسبات قريبا منحصرة بالنسبة للإينات للذكور ما بين 0.99 و0.98 أي وبالنسبة للإينات يعني تبقى تقريبا 1.01 بالنسبة للإينات 1.02 في سنوات 2004 المقياس الثاني وهو ما نصطلح عليه بمعدل إعادة لطوة ديبندانس إذ يعتبر هذا المعدل واحدا من أدق الطرق التي تدل على التركيب السكان فإنه في أي مجتمع تعتبر قلنا الفئة الأقل من 15 سنة والفئة الأكبر من 59 سنة فئة عالة لأن الأولى تكون في مرحلة التكوين والدراسات والفئة الثانية في مرحلة التقعود وفئة الشاة وفئة الشيخوخة وغيرها بينما الفئة من 15 سنة إلى 59 سنة قلنا تعتبر الفئة المنتجة ومعدل الإعالة هو حاصل جمع الفئة الأقل من 15 سنة مع الفئة الأكبر من 59 سنة ومقسمة على الفئة المنتجة ومع الفئة الثانية ويعبره عن أنه بالمعدلة التالية معدل الإعالة يساوي عدد الأفراد الأقل من 15 سنة زائد عدد الأفراد الأكبر من 90 سنة مقصوم على أدد الأفراد في الفئة العمرية 15-50 سنة ويمكن استعمال معدل الإعالة للإشارة إلى مدى تقدم بعض الدول ومدى تخلف البعض الآخر هنا بعد الأمثلة إذا أخذنا مثلا هذه السنوات 1994 2004 و2014 نراحل أن معدل أيضا بقيت قريبا بنفس المعدل 1.06 94 1.06 في 2004 1.06 في 2014 يعني أن هناك 10.06 معال مقابل كل 10 أشخاص الذين هم في سل العمل وهي تقريبا متوازنة نسبيا أن عدد أشخاص في سل العمل 10 أشخاص يمكن أن يعيروا 10 أشخاص هم في فترة تكوين أو في فترة شيخوخا والتقال ثم نأتي إلى مقياس آخر وهو مهم أيضا جدا وهو شهير جدا ومعروف وهو الهرم السكاني وهرم الأعمار البيغامي الدزاج الهرم السكاني هو عبارة عن عرض بياني للسكان حسب العمر عدد السكان حسب العمر والنوع قاعدته غالبا ما تكون عريضة التي تمتل فئات العمرية من صغار السن يعني فئات العمرية أقل من 15 سنة والقيمة تمتل الفئات العمرية قلنا الفئة الثالثة الفئة العمرية الثالثة من كيبرستين المتقاعدين وفئة الهشة وغيرها على أن الشكل العام للهرم السكري يعتمد على طبيعة المجتمع من حيث مستويات الخصوبة والوافية وغيرها من المعطيات الأخرى على المتغيرات الأخرى يمتاز الهرم السكاني بأنه يرسم بوضع السكان ذكور على اليسار والسكان الإنث على اليمين وكذلك يوضع صغار السن في قع الهرم وكبر السن في قمته كما يتم التعبير عن الأرقام في منتصف الهرم إما سنة سنة أو كل خمسة أعوام أو أيضا ممكن أن نمتلوه بالفئات يتم قياس نسبة السكان في المحور الأفقي في الهرم غالبا بمليون ناس هناك نوعان من الأهرام السكانية وهما الهرم العددي والهرم النسبي الهرم العددي يعتمد إنشاء هذا النوع على عدد السكان في الفئات العمرية مباشرة دون تحويلها أما الهرم النسبي فنقوم بحساب النسبة المئوية لكل فئة يعني هذا النوع من الهرم يعتمد على نسب السكان في الفئات العمري يعني الأول هرم عددي نستعمله الأعداد مباشرة والهرم النسبي نستعمله نسب هذه الأعداد من المجموع العام للسكان والسكنة يمكن صنف الأهرام السكانية إلى ثلاث أنواع كبرى وقد نجد أنواع فرعية أخرى الثلاث أنواع كبرى هو من استرح عليه بالهرم الموسع ويسمى أحياناً عريض القاعدة ويتميز بنسبة كبيرة من السكان في الأعمار الصغرى يعني هذا هرم موجود في الدول التي بين نسب شباب كبرى وفي المقابل نسب صغرى من كبرى السن نتيجة ارتفاع مستوى الخصوبة هناك أيضاً الهرم المتقلص هرم متقلص يتميز بنسب أقل من السكان في الأعمار الصغرى وهناك الهرم التابت والتي يتميز بنسب متقاربة من السكان في الفئات العمري المختلفة مع تناقص تدريجي نحو قمةها في تصنيف آخر يمكن تمييز الأشكال تالية للهرم السكان هناك ما نصطلح عليه بالشكل الفطر شامبينيون ويمتاز بقاعدة مستطولة ضيقة وقمة أكثر التسعة هناك الشكل الهرمي وهو الشكل العادي ويمتاز بقاعدة واسعة وقمة مدبابة مستطولة هناك الشكل الفلفلة يعني متوازن ما بالأعمار الصغرى وفي القمة يكون أقل التسعة ويمتاز بقاعدة مدبابة تزداد التسعة كلما رتفعنا نحو القمة الشكل باغود شكل باغود وهو أبرى شكل معابد الصينية معابد بودية الصينية يمتاز بقاعدة تزداد التسعة يعني القاعدة الصغيرة تزداد التسعة قبل أن تختنقها بشكل سريع يعني الفئات العمرية الصغرى أقل التسعة الفئات المتوسطة أكثر التسعة وفي الفئات الكبرى يعني الفئات الثالثة حتى هي أقل التسعة هناك شكل سعر مليا اللسابي يمتاز بقاعدة تختنق في الوسط ثم تعاود للتسعة وهناك شكل قرة القدم الأمريكية البالون دريجبي حيث يمتاز بقاعدة ضيقة مختنقة تزداد في الوسط ثم تعود إلى الاختناق في القمة الهرم السكاني أو قلت يمكن تمييز الأشكال التانية هذا هو ما تطرقنا إليه يعني سوف نعطي بعض الأمثلة مثلا هذا هرم السكاني لأنغولا لسنة 2010 هي صارت تجينون النساء والرجال ويمين قلنا النساء في أنغولا الهرم السكاني يوضح أن عدد السكان أغلبهم من فئات شبابية وبالتالي في القاعدة عارضة والقمة ضيقة وهو ما قلنا أنه هرم على شكل هرمي يعني الطبيعي أنه يقول على هذا الشكل هنا الهرم السكاني لدولة الصين في سنة 2010 وهو ما نلاحظ أنه قاعدة الهرم ضيقة نتيجة السياسة الحكومية وسط الهرم يعني الفئة المتجاهية كبرى وفي القمة هناك فئة يعني قليلة وضيقة يعني الهرم ضيقة على مستوى القمة هنا الولايات المتحدة الأمريكية ظهرنا السياسة السكانية نتجعنا استقرار يعني كلا هذه الفئة كلها تقريبا مستقرة إلا في قمة الهرم حيث نجد أنها تعاود يعني تطيق في المستوى قمة الهرم وهو التجاه الصحيح في سياسات السكانية نسبيا وهنا نأتي إلى الهرم السكاني بالنسبة للمغرب حسب آخر معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2014 ونلاحظ أيضا أنه قاعدة نسبيا كبيرة تعاود يعني يعني تقريبا يبقى الشكل شكل هرمي وجيد وكان هذا ما في الجعبات بالنسبة لأولى محاضرة عن بعد بالنسبة لدرس الديمغرافيا في المحور التالت تركيبة سكان أشكركم على حسن تابعيكم ونضرب لكم معيدا مع المحاضرة التانية عن بعد في القريب العاجل إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر